ها هم الحجيج قد قضوا المناسك وأدوا الشعائر ورجعوا قافلين إلى أهليهم وأوطانهم وفي أذهانهم سؤال يتردد ترى هل قبل الله منا حجنا وغفر لنا ذنوبنا والجواب أيها الحاج أحسن الظن بالله تعالى فهو جل جلاله عند ظنك به واعلم أن لقبول الحج علامات منها أن يكون الحاج بعد رجوعه من الحج خيرا مما كان فإذا كان قبل ذلك مقصرا صار الآن حريصا على الطاعة وإذا كان قبل ذلك ذا خلق سيء رجع إنسانا هادئا طيبة ذا أخلاق حسنة وقد تغيرت أخلاقه فهذه علامة قبول ومن أمارات القبول أيضا انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه والاستقامة على الطاعة وقد ذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها فهذا التوفيق يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول ومن عليه بعمل آخر ورضي به عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة